الحوثي يذبح الطفولة إنه عنوان الحملة الإلكترونية التي أطلقها عشرات من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع في ملفنا الخاص الليلة سنعرض صور التجاوزات التي تطال أطفال اليمن فمن التجويع إلى التجنيد إلى القتل لا يجد عشرات الآلاف من أطفال اليمن من يحضن براءتهم أو ينقذهم من مصيدة الحوثيين التي تتعقبهم كل يوم هذه الحقائق توثقها تقارير دولية ويؤكدها شهود عيان وناشطون مستقلون تراء لهم أن بإمكانهم أن يحكموا اليمن كله فخولوا لأنفسهم حق تعبئة الجميع لمخططهم الانقلابي حتى أصبح صغار هذا البلد وقودا لتمرد الحوثيين اغتالت الميليشيات الحوثية براءة الكثير من الصغر ولقنتهم تدريبا عسكريا وغسلت عقولهم بأيدولوجية متطرفة فسلمتهم السلاح وزجت بهم في معاركها العبثية في انتهاك يعتبر في الأعراف والمواثيق الدولية جريمة حرب تتضح بشاعة الاستغلال أكثر مع ما يتواتر من أدلة وتقارير تقرير لمنظمة السياج اليمنية الحقوقية مثلا يقول إن نسبة تجنيد هذه الفئة بين صفوف الحوثيين ناهزت خمسين في المئة فيما قدرت منظمات دولية عدد الأطفال المجندين لدى الحوثيين ممن تتراوح أعمارهم بين ستة عوام وسبعة عشر عاما بنحو خمسة آلاف طفلة هؤلاء يؤدون أدواراً أساسية في القتال مثل حراسة نقاط التفتيش وحمل السلاح يتضح هول ما يحدث أكثر مع رقم بلغ ثمانمائة وثمانية وأربعين طفلاً دون العاشرة جندهم الحوثيون خلال عام واحد فقط ولا يعرف تحديداً كم من بين هؤلاء قضى نحبه في القتال تغتال براءة الصغار أمام صمت من الكبار فيتكشف وجه آخر من أوجه المأساة فكثير من العوائل تحجم عن التبليغ عن اختفاء أبنائها خوفاً من انتقام الميليشيات منهم كما تفعل بأطفالهم حين تتركهم في ساحات المعارك وتفر لكن على الجانب المقابل لهذا المشهد توفر الحكومة الشرعية وتحالف العربي لمن تعثر عليه في جبهات القتال من أطفال الملجأ الآمن وإعادة التأهيل المطلوبة معنا من الرياضة الكاتبة الباحث السياسي الدكتور حسين لغور مساء الخير دكتور حسين بداية عندما شهدت التقرير لا أعرف قفزت إلى ذهني صورة بعض الأطفال المجندين في الحرب العراقية الإيرانية عندما دفعت بهم إيران لتنظف بهم الألغام في ساحات القتال في اليمن نتحدث عن رقم كبير ثمانية ألاف طفل تم تجنيدهم من قبل الحوثيين في القتال والصور خير شاهد على ذلك يعني غير المنظمات الحقوقية لا نسمع صوتا قويا من المجتمع الدولي في هذا الإطار لماذا؟ أفضل الله مساك أستاذ ينسف طبعا عندما نقول أن الأطفال في مصيدة الحوثي بل هم رهائن هذا الحرب يعني أخذهم من الحوثي رهائن لديه يعني بسواء من خلال المجندين أو من خلال الأسرة أو حتى رهائن أخذ الأطفال رهائن من بعض القبائل حتى يتم كسب ولاءهم أو ضحايا نتيجة للقصف والأحياء السكنية أو حتى من الألقام أو طبعا جرحه وقتله في صفوف الأطفال وصلت الأرقام لديه والموثقة من بعض المنظمات ما بين أربعة آلاف إلى خمسة آلاف ضحية من الأطفال الذين قتلوا وصيبوا في هذا الحرب عدا عنهم المعاقين عدا الناس الذين أصبحوا مشردين عدا الأيتام عدا الخارجين عن الدراسة عدا السوء التغذية عدا عدا يعني حلت أنا أسميها أنها حلت كارثة فعلا بهذه الطفولة في هذا البلد طبعا يعني الوقوف عند هذا الأمر أو مشاهدة هذا الوضع يعني شيء يتم على مسمع ومرأة من المجتمع الدولي الذي يقف للأسف الشديد جزء منه وخصوصا للمجتمع الغرب الذي يدعي أنه حماية حقوق الإنساني يقف إلى جانب هذه المجموعة وهذه العصابات في مواقفها السياسية لذلك حقيقة لا بد من كشف هذه العصابات ولا بد من كشف الجرائم التي ارتكبت أنا شاهدت مقابلات مع كثير من الأطفال الذين تم أسرهم في عدن في 2015 ونحن على الفكرة اليوم بذكرى الأولى للتحرير عدن يعني 14 يوليو كم منهم كانوا لا يعرفون حتى للأسف الشديد وأقول للأسف الشديد من منهم من يتعرض للتحرش للتحرش في هذه السن يضعوهم في معسكرات مع ناس كبار بلا تربية بلا أخلاق وبالتالي يتحولون إلى ضحايا أيضا لهذا السلوك الإنساني لذلك أنا أعتقد أن ما يتعرض له اليوم الأطفال ليس فقط ما نراه حاليا بل سنراه مستقبل سواء من خلال المعاقية سواء من خلال الأضرار النفسية التي لحقتهم كذلك حتى هؤلاء المجندين من الأطفال الذين يدخلون ويتعرضون للتعديق ويتعرضون أيضا للخوف ويتعرضون للتحرش ويدخلون في معارك تخيل ماذا سيكون لما يصلون إلى سن العشرين إلى سن خمسة وعشرين سيتحولون إلى مجرمين إلى قتلها إلى محترفين في الجريمة لذلك أنا أعتقد أن هذا العمل يجب أن يدان ويجب كشفه بأي شكل من الأشكال حتى يكف هذه العصابة عن ممارسة هذا العمل المشيين المجتمع الدولي كما ذكرت الأمم المتحدة في بعض التقارير حاولت أن تلقي باللائمة على التحالف الدولي في موضوع الأطفال بشكل كان مثير للانتباه في حينه رغم هذه الصور وهذه الشهادات الموقف الأمم المتحدة الآن في مفاوضات قد تبدأ المفروض بداية الأسبوع هذا الملف كيف يتم؟ هل يتم التعامل معه بشكل سليم؟ لا أعتقد أن هذا الملف ملفات كثيرة حقوقية لا تأخذ بعيد الاعتبار نحن أمام حتى طبقة سياسية تناقش فقط تحاول في هذه المفاوضات أن تناقش القضايا التي تهم مصالحها أو ترعى مصالحها وتحفظ لها حقوقها السياسية مستقبلاً بالتالي مثل هذا الملف يجب أن ينقل إلى منظمات الحقوق لإنسان العالمية يجب أن يأخذ حيز من الإعلام يجب أن تتحرك المنظمات الحقوقية سواء الوطنية سواء في الإقليمية سواء العالمية حقيقة لأن المأساة كبيرة الناس لا يعرفون ماذا يتم فعلاً هل يتم التواصل بين هذه المنظمات الحقوقية العربية واليمنية مع منظمات في الغرب التي تهتم بهذا الشأن لأنه ما نسمعه من حملات في تويتر في وسائل التواصل الاجتماعي أغلبه عربي يعني وكاننا نتحدث وجع وألم نخاطب مع بعضنا يعني بهذا الشكل نعم يعني هي أولاً شوف للأسف الشديد أن كثير من نظمات حقوق الإنسان ومن نظمات المجتمع الدولي الموجودة في الصنعها أو لها مكاتب في الصنعها أصبحت هذه تحت هيمنة الحوثيين فصار الأمر يعني صعب أنهم حتى ينقلوا مثل هذه التقارير أصبحت يعني تؤدي رسالة أخرى غير الرسالة التي وضعت منشانها أو كما يقال وضعت علن منشانها يعني لذلك أنا أعتقد أنه لابد فعلاً من كشف هذه المارسات ولابد من العمل بجدية لأنه هذا أمر لا يهم فقط الواقع الحالي ولا الحاضر يعني ولكن أيضاً يهم مستقبل هذا البلد ومستقبل هذه الأجيال ومستقبل صراعات في هذا البلد فإن لم نبدأ بعلاجها من الآن والحد منها ونقوف أمامها بقوة ستنتقل وستعيش معهم وستنتقل إلى أجيال قادمة وستنقل هذه قاعدة للعمل بين كل المتحاربين دكتور حسين كيف يتم الزج بالأطفال من قبل الحوثيين يعني هل هناك معسكرات تدريب هل هناك مجموعات مسؤولة عن جمع الأطفال خطفهم أم يتم الزج بهم مباشرة في ساحات القتال بشكل عشوائي لملء فراغات معينة مثلاً كما ذكر التقرير أنه يتم الزج بهم أولاً أولاً يجب أن نأخذ كيف يتم تجنيدهم التجنيد يتم بطرق مختلفة الطريقة الأولى اللي هو الإغراء للأسر الفقيرة التي عندها عدد من الأطفال والتي لا تمتلك الأموال الكافية لكي يعيشوا بها وكذلك أحياناً طلب من شيوخ وعقال بعض القبائل أن يأتوا بأطفال أو بمقاتلين وبالتالي لهؤلاء أيضاً هم يرغمون بعض الأسر الفقيرة وبعض الأسر التي ليس لها نفوذ ويرسلون يأخذون أطفالهم مقصباً عنهم ولهذا هنا في جانب أيضاً في جانب اقتصادي وفي جانب اجتماعي في الأمر ليس فقط جانب سياسي الحوثيين يرون يعتقدون بهذا العمل أنهم يشورون ضحايا في كل المجتمع لكي يثوروا المجتمع ضد خصومهم السياسيين سواء في الداخل أو الخارج وهذا ما لاحظناه أنهم لما يأتوا أو من تم أسرهم وما سمعنا من شهادات لهم بأنهم فقط يعطوهم رتبات معينة ويدفعوا لأهلهم بعض المخصصات وفي الآخر يقولهم أنتم تروحون تقاتلون هؤلاء عداء وهذا لا دواعش وهذا لا دواعش وهذا لا قاعدة فبالتالي الهدف من هذا الأمر يعني أنا أعتقد أنهم استغلوا حية الناس في الأول وبالتالي حتى المهمات التي أدوها كما قلت في نقاط التفتيش أو في مرافقة بعض المسؤولين أو هكذا لكن في الأخير هي حرب بنسبة لهم أو هو الموت وفضاعات دكتور باختصار سؤال أخير هنا في هذا الموضوع في التعابل مع هؤلاء الأطفال من قبل الحوثيين في التجنيد ذكرت بأن هؤلاء مستقبلهم غامض وقد يتحولوا إلى مجرمين هل يرفض ذلك أيضا موضوع الإرهاب أنه تحول أنه بسهولة بعد ذلك ممكن أن يقعوا في مصيدة الإرهاب سيدي أي أي مجموعة عسكرية أو موليشياوية أو عصابات من هذا النوع عندما لا تجد هناك إطار الدولة يحكمها وقانون يربيها وقانون يضعها في إطار المجتمع طبعا ستتحول بشكل آخر إلى عصابات لمن يدفع لها نحن نشاهد هذا الأمر يوميا وبالتالي هذه الميليشيات عندها استعداد أن تعمل لمن يدفع لها أكثر وبالتالي تحول إلى نوع من الارتزاق وهذا أمر غير جديد في ظروف الحروب التي شاهدتها اليمن شكرا جزيلا لك الدكتور حسين لقور الكاتب والباحث السياسي حدثنا من الرياضة ترجمة نانسي قنقر